كما أصدرت كل من الرياض وأبوظبي توجهات لمرعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية والإماراتية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري وأعلنت كل من وزارة الداخلية السعودية والإمارات أنهما خصصتا أرقاما هاتفية لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وأشرت وكالات الأنباء الرسمية للسعودية والإمارات إلى أن تلك الإجراءات جاءت عطفا على البيان الصادر من الدول ذاتها بشان قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات وما أشار إليه البيان من حرص على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في السعودية والإمارات ترجمة نانسي قنقر